بعد مرور شهر كامل على اعتقالهم من طرف السلطات الروسية لا يزال نشطاء منظمة جرين بيس رهن الحبس الاحتياطي في انتظار انتهاء محاكمتهم بعد أن اتهمتهم روسيا بالقرصنة هذا ويحظى البعض منهم بزيارة الأهل والقائمين على المنظمة المدافعة عن البيئة الذين يحملون معهم بعض الأغراض والامتعاب الناشط في المنظمة ديمتري أرتانوف يقول ليس لديهم ما يكفيهم من ملابس لأنهم اعتقلوا على متن القارب وكان لديهم خمس دقائق فقط لحزم أمتعاتهم والمخادرة هم هنا لكنهم لم يتوقعوا أبدا البقاء طيلة هذه المدة هذا وكان نشطاء منظمة جرين بيس قد اعتقلوا في الثامن عشر من أيلون سبتمبر المنصر بعد محاولتهم اقتحام منصة روسية للتنقيب عن النفط ترجمة نانسي قنقر شكرا